مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى فقرة هلا بالخميس مشاهدين في هلا بالخميس نقولكم لا حدود الفن الفن أي كان فعنده جناحين يطير بهم ويحلق بكل أرجاء العالم ليش؟ لينشر الجمال ويخاطب الروح لطالما احتضرت دولة الإمارات الفنانية من كل أنحاء العالم فهي الوطن المضياف اللي يفتح أيديه للجميع وعلى فتحة هذه اليد من الإمارات الحبيبة ضيفتنا من المغرب الشقيق هذا البلد بلد الفن والجمال والأصالة بدت مشوارها الفني بعمر صغير جدا وخاطبت جمهورها بأغانيها من سن الطفولة رحب معنا الفنان المغربية قطر الندى وأكيد الموزع الموسيقي والملحن أحمد روكت مساء الورد هلا بالخميس هلا فيكم وأنا جدا مبسوطة أني معكم اليوم نورة وأكيد مثل ما قلت البلد المضياف الإمارات كريمنا بكل شي حتى عن جد يعني مش هم نحس حنى أنه في بلد غير بلدنا وأنتي مش في بلد أصلا غير بلدش يعني أنت هي طبعا في بلد سيسار وحمد حبيبي الله يحب الله زيك يا أحمد كل ما تمام أحمد روكت روكت هاي لها قصة بنسمعها نحن بسعق بشوي نك نيم بسعق بشوي الله دك العافي طيب شو رأيكم ما نبغي أسئلة بداية المشوار ولا أشياء لا نبغي نسمع شي مباشرة لمشاهدين يعني نرحتين بهذا المشاهد يعني أوكي أمان عليك يا مركب وصلني لبلاد المغرب أمان عليك يا مركب وصلني لبلاد المغرب وعافيني من غرب التعوام وفرح قلبي يا مركب أمان 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 يا ليل يا ليل أمان علي يا ليل طول وهاتي العمري من الأول أمان عليك يا ليل طويل وهاتي العمري من الأول بحبيك ديد وقلبي سعيد يردني عشقت عم نوّل أمانا 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 يا ليل يا ليل أمانا 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 أمان قلتني في عام تشيليتني حبيت العام أو شيء صح؟ إنه من الأول. طيب. نرجع للأول. نرجع لي شوية سنوات مضت مشوائدة يعني بعدتش صغيرة بس أسألني شوية. خبرنا عن بداية هذا المشوار الجميل أول مرة اكتشفتي أول مرة حسيتي إنش تحبين الغناء؟ أكيد يعني إحنا بواقة نكون عمر صغير يعني مش إحنا بنا نكتشف حالنا يعني بيكون حدا يعني ينتبه علينا إنه في عنا موهبة معينة. فأنا اللي حسن حظي إنه من عائلي فنية أمي ممثلة وفنانة وصحفية وخوالي كلهم فنانين معروفين في المغرب فأنا من عمر التسعة تشهر أمي كانت قاعدة مع خالي وخالي بيعز فوض فأنا كنت بغني أغنية أم كالتون بس بدون كلام أكيد يعني لحنا ويغيروا للطبقة ويشعروا يعني أشوفوني يعني نفس الشي يعني عم غني وما فيش يعني يعني نشاز ولا بضيع بالتون فقالوا استغربوا يعني إنه بنت تسعة تشهر كيف بدأت دندن وأغنية صابة يعني أم كالتون. نعم فبعدين صاروا يعني بيشجعوني فوتوني مع عاد موسيقي وإمي أكيد بتغني حدي لين ما صار عمري خمس سنين وقتا أجتني أول حفلة غنيت قدام الناس كلها. خمس سنوات عمرتش. ما شاء الله ما شاء الله. كانت حفلة في المغرب وكنت مع نجوم مغربة وأنا طفلة يعني أصغر وحدة. ثلاثة في الحفلة يعني أهلي وأنا شفنا يعني الناس مبهورة أكيد لأنه كنت طفلة كمان. طفلة صحيح. فمن بعدها أجتني فرص كثير وصرت غني في مهرجانات وطلع برات المغرب غني وملتقيات عربية. ومن هون يعني بلشت. بدأتي. الأطفال كانوا يرضعون حليب. انتي ما شاء الله قرب. وفن. أنا رضعت حليب فن من أم. فن يا رب. طيب أحمد اللقاء الأول كان طبعا مع الفنانة يمكن هذا اللقاء لا حديث لأن الأرواح تتقابل. وخصوصا لما يكون فيه فن وأحمد أيضا منذ الصغر انت ما شاء الله وانت على الروك والميوزيك. أنا اتأخرت شوية أنا ابتدت من عدادي يعني. 11 شهر يعني. حصلت أن. عدادي مش مش متأخر وين متأخر. حصلت أن أنا تأخرت كده. بالعكس. طيب بعد عقب اللقاء مع الفنانة شو شفت فيها جذبك لأنه هذا الصوت بيتماشى مع ألحانك ومع توزيعك. فني. والله يعني هو فيه الحمد لله كيميا يعني. بس احنا بداية تعلاقتنا ما كانتش أنا معرفش أنت عارفين الله هي أمراضي يعني. نعم. نعم. ما شاء الله. فاحنا بداية العلاقة ما كانتش فني. هي صطفة يعني أن بعد كده. أن يكون الفني. يعني الروحين تقابل قبل الفن. هذا أهم أعمق. إنسانية التقت أو الجروب قبل الفن. طيب وأول أول تجربة فنية معها مش كزوجتك كفنانة كصوت كأحساس. نحن اكتشفنا أننا نعمل مع بعض من قبل أن نعرف بعض. ما شاء الله. ما شاء الله. أنت بالفن روكت. أنت سريع في الحاجة يا أحمد. يعني فيه أغنية هي عمليها ثلاثة أنا كنت مسجل لها الجتارات. أنت اللي مسجل. سبحان الله. ما كنا منعرف بعض. بس سبحان الله يعني يوم تعرفنا على بعض. صح ما تعرفناش في النطق العمل. بس لقينا حنى يعني فيه كيميا مش طبيعية يعني هو بال. يعني كشخصية وكفنان لأنه بتعرفي كمان. استحت استحت ويتتغذل. استحت. يعني تعرفي كمان الفنانة بتكون بالنسبة للزواج خوف. لأنه هي حياتها مش مستقرة. نعم. وبتحب الحرية كمان. فوقت لقي الشخص كمان في مجاله ومتفهم. ويشهد شوية العلاقة. يعني نفس الطابقة ويتفهموا على كل شغلة يعني هاي بتتجيب الصد يعني. بالعكس بتوافق جميل بأنه أنتوا في مجال الفني إذا في حفلة في شيء موجودين مع بعض. يعني الله يعينكم على بعض. نسمع شيء ثاني. شو سمعنا سمعنا أول شيء إن كان ملحم من قبلك. شو رأي. يلا. يلا أسمى ومنسى شيء من ألحاني. يلا. هبان خلي يعزف على القتار. تغني بعد أحمد؟ تغني بعد؟ بغني. لا مش بغني بغني. بدندم بقى. على خفيفة. أيوة. يعني ألحاني بس. أوكي. أعمل كثير ألحان لفنانين. منهم محمد عدوية وموزع لكارول سماحة. ما شاء الله. وكثير فناني أحمد فهمي. يعني هو لازم يذكرهم مش أنا. عافية طبعا. هو متواضع شكله. لا أنا بد نسى بس والله. يلا ينسمع. أنا بمستكلك. دي حاجة لحني يعني من زمان قوي من 2003 تقريبا. ما شاء الله. كانت الفنان محمد عدوية. ما شاء الله. كم سؤال بنسأله لبعضينا عاللي كان ولا رايح واللي جاي. والجوان صعد إنه يردينا. ولو غريب نقول إزاي. وأعوح منك يا كلمة يا. وكف بيضارك كف من الحياة. غريبة والله يا كلمة يا. وكف بيضارك كف من الحياة. يعطيك الفعافية أحمد. ماشاء الله عليك. هذا الفن أريد يعرف اسمه خديجة. لأن هذا قديم مش يديد يعني. وفي نفس الوقت أشوف فئة معينة من الشباب خصوصا في مصر. هم اللي بنهم هذا اللون. شو نوعه أو شو مدخلاته في الفن. يعني ده دلوقتي بقى بيتسمى دلوقتي الـ underground music أو الـ underground bands. يعني هم اللي بيلعبوا الـ rock العربي يعني. أيوة. حلم. بس هي دي يعني من زمان أنا عملها من الفن وثلاثة قبل الموقة دي يعني. ماشاء الله عليك. كنت بسعادة. أحمد تبين على عمرك أنك كبير بس أنت مش كبير ما شاء الله بعدك شبير. دلوقتي صغير. هاتي صح عد الله. عد الله. طيب هذا المجال قطر الندى يعني مبهيا. يعني ومشاء الله النتيجة اللي أنتوا واصلي لها يعني جميلة وأكيد بعد تعب. عادة اللي يدخل في هذا المجال يقول أنه واجه أعوائق تضحيات صعوبات. ما أدري هل العائلة الفنية اللي أنت تنتمين لها كان سهل موضوع أن أنت ما كان لتشتضحيات مثلا في هذا المجال. ولا لا واجهتي صعوبات. شوفي هو كل المجالات يعني ما في أي حد بتسألي حيقلك المتعب وما بعرف شوفي صعوبات. مثل شوف حالتك. بس هو الأهل بيساعدوا بس أنه مثلا بتكتسب من خبرتهم. كمان يعني بتستفيد منهم مثلا إذا وجهتك شي بتحكي معهم. يعني بتستفسر منهم. بس أكيد يعني كل واحد وعنده شخصيته هو. وكمان ما بتعرفي أنه الفن للبنت صعب أكتر من الشاب لأنه عندنا صهر. عندك كتير إشياء بدك انتقادات فيه. للأسف يعني وسط الفن صار فيه الناس بتطلب مقابل يعني للأسف يعني. طبع. فالبنت صعب إذا هي بتراعي أهله وبتراعي بلده. يعني صعب كتير بالنسبة له. طبع. بس أكيد يعني ما فيش موهبة ما بتفرض حالة بالأخير يعني. قد ما تكون الصعوبات. وإذا الله مكتب له كمان يعني أنه تنجح. وكمان هو حظ كمان صار الفن يعني. صحيح. طيب نسمع شيء. أنا ما أخلي اليوم خميش ترى اليوم ما ألسمع. تمسبة تسمع لي ومنطرب الخميسة. وإحنا شغلتنا نغني. يعم. لسا فاكر قلبي إدي لك أمان لسا فاكر قلبي إدي لك أمان. لسا فاكر قلبي إدي لك أمان. كلمة حتعيد اللي كان. ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسا فاكر كان زمان. كان زمان. لسا فاكر كان زمان. كان زمان. كان زمان. كان زمان. ما عليك. والله صدق يعني ثنائي رائع. والله ما شاء الله. وما شاء الله. صوت ما شاء الله جميل. والعزف يعني. حبيب. وحنا فكرة الأغاني الكلاسيكية معروفة. أنه أكثر شيء بالعود وهيك. فشيء غريب يمكن حتى على الناس أنه قيتار ما. القيتار صوتها جميل صراحة صوتها جدا جميل. تبقى حلوة لما تتعادل الأغاني كلاسيك القديمة بهارموني غربي. نحن كنا يعني في سؤال أكيد لكم الاثنين يعني في الشخص الفنان أو الملحن أو الموزع. في مجهود خاص عشان يحجز لنفسه مكانه في هاي الساحة الغنائية. أكيد. أحمد كيف استطاع أن يحجز لنفسه هذه المكانه؟ والله بص هي بيبقى فيها نسبة حظ أكيد يعني. لأن في نسبة بتتعب وبتعمل ما بتلاقيش. وفي العكس فيه ناس بتطلع من غير مدهم الحاجة. فبيبقى فيه أكيد ناس بتحظ. بس الواحد طبعا بيحاول يعمل عليه يعني. يكون علاقته كويسة بالنس. ويبقى بيرائي ضميره في شغله. وهو يكون أيضا مجتهد وعنده الإمكانية. بالنسبة للفنانة؟ أما أكيد لازم الاجتهاد كمان للفنان. يعني في ناس كمان حتى لو ان شهر. ما فيش استمرارية. يعني بتلاقيه خلاص وصل مكانة معينة. وما اجتهد إنه يعمل شيء أحلى من اللي قدمه. فالفن مثل ما إنه هو حظ بس نفس الوقت. اجتهد. اه اجتهد يعني. هو يقال الوصول يمكن سهل للجميع. ولكن الاستمرار. الاستمرار. هو في لعناس معينة. خديجة تراه فنانة بعد. في مجال المسرح. ومجال التنفيذ أيضا. الدراما والهاي. ما شاء الله عليه. ففعلا هي عم تلاحظ هذا الشيء. أعتقد أن الفنان في كافة شرائح. هل أبد أنه يتواجد صح ولا لا. تتواجد دائما في المحافة. لازم يشاهونك. هذه المشكلة صح صح. تغيب عن الشاشة يمكن موسم بس. لكننا نحظنا على فكرة أنه يوجد صح. ميديا. حتى لو اختفيت عن الإعلام. الآن. الآن. أنا وقت في المغرب للأسف. اضطرت أني أخرج برة المغرب. كرمال سعي للانتشار. لأن قناتنا للأسف قنوتنا. كانت محدودة ومحصورة بس في المغرب. لا تتوصل لبرة. سبكتيني بهذا السؤال قطر الندي. أنت مغربية. لا تتكلمين لبناني. أولا هذه الملاحظة ضيعتيني صراحة. المغرب. ما حصل هذا الانتشار فعلا. أو شو خلنا نقول تقييمة المستوى الفن المغربي. اليوم. 2018. لا في اختلاف كبير. يعني هو الفن المغربي. أكيد. يعني ما فينش نحكي عنه كفن. فن عريق. لا يعني. بس أحنا منحكي كانتشار. انتشار. أكيد أو كالناس صارت تفهم لهجتنا. أو إيصالة. أنا يعني مبسوطة كثير أنه. هلأ صار الناس بتغني أغاني مغربية. وصاروا الفنانين يعني طلعوا أغانيهم وتنتشر من المغرب. يعني إحنا قبل كنا نعاني من هالشي نعم والأعمال. إن الله جاء ما تفهم. لا بتوصلش. يعني حتى المغرب. وكنا نظر نروح لبنان ولا نروح مصر كرمال. شوفي بنحط إيدنا على إيدة شليار. وبنوصل لهجة المغربية. بس تغني لنا شي مغربي. يلا. نغني. حاجة لبناني مغربي يعني. أنت يا أحمد مصر لي كده. لا لبناني مكس. ما تفهم؟ لبناني ماذا؟ لا ميدلي يعني ما بين أغنية لبنانية وبعدها أغنية مغربية. أغنية مغربية. نجح البكس أن نظركم بشكل جيد. مثل وما نلقاه زلعتك الله مثل وما نلقاه دي ما في باني نار وليالي هاد الشمارة زاد قلبي في جراح أشدا ونيراني نستنى لك مثل وما نلقاه دي ما في باني نار وليالي هاد الشمارة زاد قلبي في جراح أشدا ونيراني نستنى لك معني تعليق شوي شخصي حبيتك في المغربي وايد وايد سبحان الله يعني أن الطفولة والأهل وكذا مرتاحة أكثر صح؟ تحسين هذا الشيء؟ أكيد يعني لأنه لعجتك لأنه لعجتك بتكون عندك ثقة أكثر يعني وانتي عم تسغني أكيد وأحمد هل أنت تفهم الكلام؟ أنا مفهم شخص لا أنا خلاص بها البيت بفهم أنا زمنك أمسخي يمكن خديجة شوي لها على الحديث لأنها ربعها ما شاء الله فيمكن تسمع وائدي فكرة أنا أصلا ما بيحكي مغربي يعني بالبيت ما بيحكي حتى مع أهلي لأني عشت في لبنان فتعودت أني أحكي لبناني أعطوه هو الشغل أن كل الناس شميين معي المخرج مستانس وقل رديتكم على لبنان ويقومون لبنان وطلعت شفت عايشة في لبنان لا تأثير قويا بس هو سبحان الله يعني أنا ما بيحكي مغربي بس وقت أكون بيحكي مع أهلي ما بدي يفهم يعني بلاقي بيت حك بقال له كيف أنت فهمت؟ بقال له خلاص أستاذ فهم أحمد بن الشارع المصري ابن مصر المحروسة المحبوبة أم الدنيا هناك سؤال دائما بخاطرية أقوله هل حقيقة أنه في كثير من الفنانين يذهبون لأخذ كلمات من واحد موجود يارس على مقهى هذا الموضوع حقيقي موجود أنه في أشخاص عندهم يعني تجي تقعد معي يكتب لك الكلمات في خمس دقائق وهذه الأغالي التي تضرب في مصر تضرب في السبب صحيح هذا الموضوع؟ تلامس الشارع نعم الحمد لله عندنا الميزة أن هناك مواهب كثير يعني أنت ممكن فعلا أن تمشي في الشارع تلقي نصف موهوبة ملحنين وشعرة وكل شيء فممكن يحدث طبعاً موجود عددهم كثير عشان العدد كثير برضو عدد الناس كثير طيب أنت الشارع المصري ما أخذت مننا؟ هذه الحياة الشعبية طبيعية لا أريد أن أذهب إلى الطبقات الراحلية الحياة التي كلها تحبها ما أخذت منها؟ ما أخذت منها؟ لا أظن أنني لم أعيشت في حياة الشعبية أنا من سكان المعادي لا لكن لا تشتاق لازم تذهب نحن يوم ننزل لازم نذهب الشبرة والساحل وكل الروح لا يجعل مكان لكن عندما ننزل حتى آخر مرة قلنا نعمل تجربة شعبية قليلاً فأخذنا مركب في النيل ومع الناس فأمبسطنا جداً فعلاً أمبسطت أكثر من مسافر براً يعني استغربت اليوم داري حسيت أن أنا مبسوط حسيت أنك بين ناس فعلاً طبيعيين ناس ببساطة لكن ما طلعت منهم بلحل بتعرف الليل لأنه بالأخير ما فينا نفقد هويتنا يعني وقت تعيش مع الناس تقول بتحس ببلدك أكثر طبعاً طبعاً يعني أعرف تنزل المركب سوري معلش أكيد فضل يعني المركب لما نزلنا لقينا ناس مش عارفين بعض وكلهم بيتحكوا فش بعض وبي رؤوس وين كانت حلفكم من الاناطر ولا وين سرتو؟ كانت رحلة وين على الاناطر لا لا كانت في القاهرة في القاهرة بتنزل بس تاخد مركب كده أعطيك العربي مثل نشوفي هم خذونا شوي مصر وأنا ما أعرف وايد عن مصر بروح لا ما بروح مغرب بروح الوطن العربي بروح السوشيال ميديا مع قطر الندى أولاً كيف تفاعلت أنت شخصياً كفنانة مع السوشيال ميديا وبالتالي كيف ردات الفعل كشهرة وانتشار؟ أنا مثل ما قلتلك قبل أنه هو الصراحة لو كان من قبل كان أحسن لأنه عن جدة إحنا يعني أنا في عمر معين يعني كنت صغيرة كمان خلصت دراستي فطلعت لبرا لأنه ما كان فيه السوشيال ميديا يعني بس لو كان في وقته أكيد كنت ضلت وسط أهلي يعني طبعاً السوشيال ميديا حلو كثير بس في نفس الوقت ما ببتضل في خصوصية لأنه الناس بتصير بدأت تعرف كل شيء صحيح بدأت تفوت بحياتك كلها ما ببتكتفي بس كشو عم تقدرين طبعاً طبعاً بس هذا أنت تقدرين تقومين كنترول عليه تظهرين ما تريدين وتخفينا حياتك الخاصة أحمد برايك عدد الفولوورز في مواقع التواصل الاجتماعي يحدد قيمة الفنان اللي عنده مليون نفس اللي عنده مئة الف هو للأسف دلوقتي الحياة كلها بتتقيم بالأرقوم بالأسف على السوشيال ميديا كم عندك؟ شي يقول لك ليش لبا تقيمة يعني؟ لا لا أقول لك هو ما جي يقول لك أنت جيت إياي على شغل ورشاة هي على طول يسألك شو كم عندك؟ لا والله ما أعرف لا لا ما أعرف هي يمكن تعرف هذا بشيال هو ما بيقول لك شي يقول لك بشكل عام صار هذا السؤال السائل تقيم على أساس العدد لا يقول لك أن أعطني سيفي لا أحد يطلب منك سيفي يقول لك سير الدرقية يقول لك شو الإنستجرام عنك؟ بس هذا صح أو غلط أحمد تشوفة؟ يعني هناك شق إيجابي لا ننكر نحنا هذا الشي هو مش تقييم طبعاً لأنه ممكن واحد يبقى بيقدم حاجة مالهاش معنا وعنده فولورس كتير صحيح هذا الحاصل للأسف في كثير من الأحيان طيب أنت قلت أنه مسمينا روكت عشان كان يعزب بسرعة في معزوفة سريعة نسمعها نحن نبغي نختم نحن نختم نحن نودع مشاهدينا ونقول لهم تصبحون على خير وأنتم بتختمون بالأغنية بتخلصون الحلقة علينا مشاهدينا الكرام طبعاً نحن في هلب الخميس وصلنا لنهاية الحلقة مع هاي الوجوه الطيبة بنترككم نحن وياهم ونقول لكم تصبحون على ألف خير أكيد طبعاً مشاهدينا تصبحون على ألف خير ونهاية أسبوع سعيدة فضلي قطر الندى موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة